فيما يعد خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار في البلاد وحفظ مقدراتها اتفقت الاطراف الليبية على وقف اطلاق النار في جميع الانحاء مؤسسة بذلك لمرحلة جديدة في طريق حل الازمة التي بدأت مع حالة الفراغ السياسي في اعقاب احداث العام 2011 ومرت بعدة مراحل متبينة ما بين التوافق المؤقت المتمثل في اتفاق السخيرات بالمملكة المغربية عام 2015 والمواجهة العسكرية التي اندلعت اثر عدم قدرة الاطراف الليبية على توحيد الرؤى والمفاهيم حول دولة المؤسسات الوطنية التي يجب ان تسود هذا البلد الغلية بالنفط ومصادر الطاقة الخلاف الليبي الليبي كان فرصة ثمينة لتدخلات اقليمية ودولية من بينها جهات اعتبرت ليبيا لقمة سائغة سهلة المنال لما تحظى به من ثروات ضخمة ومتنوعة فاستعانت بالميليشيات والمرتزقة من مختلف انحاء منطقة الشرق الاوسط ودعمتها بكل السبل في سبيل تحقيق اجندات خاصة ما مثل فيما بعد جوهرا للازمة برمتها مع اشتداد حدة المواجهات العسكرية اما مصر فكعادتها وقفت دوما الى جانب الشعب الليبي الشقيق والدولة الليبية الوطنية الموحدة دون تقسيم او انقسام على اي من المستويات لما في ذلك من اثر بالغ على مجمل الاوضاع الاقليمية والدولية التي قد تشهد تغيرات ايجابية في ليبيا خلال المستقبل القريب اذا هدنة على الطريق الصحيح من اجل طي صفحة الصراع والاقتطال بين ابناء الشعب الواحد لعلها تستمر حتى تخرج البلاد من النفق المظلمي الذي استمرت فيه لسنوات تسع عجاف